بعد تجهيز عدد من المخابر الطبية وافتتاح مخبر الأسنان في جامعة حلب الحرة منذ نحو عام بات الطالب محمد وزملائه قادرين على متابعة ما يتلقونه من معلومات النظرية بشكل عملي لتأهلهم لاحقا للتعامل مع المرضى سريريا أنا أدمت فوكالوريتي 2019 كوم من مؤقته بحلب وسجلت بالجامعة 2019 على 2020 كليل طب الأسنان وأنا حاليا سنة ثانية فصل ثاني نحن حاليا بتجبز المخابر ومواد السنية أهم المواد اللي ندرسها هي الطعوضات السابتة وطعوضات متحركة هي خاصة للمريضين أسنان أنه ممكن نتعامل مع أكتر شيء افتداء المخبر كان شيء رائع وممتاز لأنه وفرنا عمل جيد وأنه في مخابر نوعية نوعة ما بين المخابر الجبسية ومخابر الطعوضات الحركة والطعوضات السابتة وهذا شيء كان كتير ممتاز وعائي لأنه أسست جامعة حلب الحرة نهاية عام 2015 بعد أن تضافرت جهود عدد من الأكاديميين لسد الفراغ بالقطاع التعليمي حيث تستقبل الجامعة الطلبة في كلياته المختلفة والتي وصلت إلى 17 كلية ومعهدا بينما وصل عدد طلابه العام السابق إلى أكثر من 5000 طالب وطالبة جامعة حلب المناطق المحررة تأسست من الحاجة إلى وجود مكان يستوعب الطلاب الذين يحملون الشهادة الثانوية وطلاب الذين انقطعوا عن جامعاتهم بالإضافة إلى الحاجة إلى تخريج كوادر في معظم الاختصاصات الموجودة في المناطق المحررة الآن الجامعة فيها قرابة 80 ألاف طالب خرجت أكثر من 2000 طالب في اختصاصات مختلفة في الطب والمعاهد الطبية والأداب والحقوق وغيرها من اختصاصات خرج الجامعة يعملون في كثير من القطاعات في المناطق المحررة هناك اختصاصات افتتحت فيها دراسات عليا والآن نسعى إلى أن يكون هناك أيضا دراسات عليا في الجامعة التركية ضمن الاتفاقيات التي وقعتها جامعة حلب المناطق المحررة تسعى الجامعة من خلال توقيع بروتوكولات التعاون مع الجامعات التركية إلى تعزيز التعاون معها وتقوية علاقاتها من الناحية العلمية والاعتراف وتبادل الخبرات وتعزيز فرص الطلاب بتسجيلهم ببرامج الدراسات العليا أمن جامعة حلب الحرة منذ افتتاحها قبل 6 سنوات الفرصة لألاف الطلاب الباحثين عن إكمال مسيرتهم التعليمية ورغم ظروف الحرب التي تشهدها سوريا منذ عشر سنوات تسعى الجامعة إلى تطوير موقعها من حيث الاعتراف والأدوات التقنية والفنية هادتات تلفزيون سوريا مدينة عزاز ريف حلب الشمالي